التوفق في هذه المساعي يجب أن تمر أو تبدأ من مراجعة الأخطاء أو مراجعة الأسباب التي يفشلت كل هذه المساعي على طول 30 سنة والسبب الرئيسي الذي يعود إليه كل هذا الفشل الفشل المساعي والمجهودات وكل الخطوات والخطط وغيرها يعود إلى مسألة واضحة جدا للقاس والداني هو تعنت النظام المغربي صراحة ورفضوا التسليم بأن هذه قضية تصفيت السعمار مثل ما يقول القانون الدولي قضية بلد ما زال مسجل لدى الأمم التاحية باعتبار أنه لم يحصل حتى الآن باستقلاله الذاتي هذا وقد أكد رئيس والوفد المفاوض خطر أدوه أن الشعب الصحراوي سيواصل كفاحه مهما كانت ظروف لتحقيق هدفه بالاستقلال الشعب الصحراوي قرر الشعب الصحراوي أنه بعد صبر وتعاون وتحمل كثير من المشاق والمآسي قرر أن يواصل كفاحه بكل الطرق بما فيها الكفاح المسلح سيتواصل كل هذا إلى تحقيق الاستقلال الوطني وبس سيادة الجمهورية العربية الصحراوي الديمقراطية نأمل أن يكون ذلك بمرافقة المجتمع الدولي والممتحدة وكل الخيرين في العالم ولكن يجب أن يكون ذلك بشكل واضح وشفاف وعادي